السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا بكم طلابنا الأعزاء في مادة علم المواد 2 مع محدثكم الدكتور محمد عبد العزيز في الجزيزة رقم 15 والأخيرة من شبطة 2 هنتكلم عن طرق تصنيع السيرمو سيتنج أفكرك بالسيرمو سيتنج إحنا قلنا أنه عبارة عن إيه عبارة عن heavily cross-langed chains to produce a very strong three-dimension networks يعني عبارة عن شبكات وسلاسل سقيلة تكون شبكات سلاسية الأبعاد وبالتالي الوصف العاملي هو rigid إحنا في الحقيقة عندنا طريقتين ممكن نصنعوا به إما compression molding أو transfer molding تعال نشوف الطريقة الأوانية بما أن إحنا قلنا أن هذه المادة السيرمو سيتنج هي عبارة عن عندما تكون بوليمر تكون rigid طب أروح جايب أنا المادة اللي أنا عاوز أحولها سيرمو سيت أجيب أم بوليمرائز ورحضتها دخل القالب hot dies وأبدأ أطبع عملية pressure وهي melted بيحصل لها melting وبوليمرائز أثناء عملية الضغط ثم بعد كده أعمل لها عملية ejection وأحصل على المنتج أما الطريقة الثانية اللي هي transfer molding أنا برضو بجيء من المادة اللي أنا عاوز أشكلها وحولها للسيرمو سيت بجيبها أم بوليمرائز وحطها دخل القالب طبعا hot die زي معنا شايفين وبعد كده بيحصل لها عملية melting داخل القالب وبتبع أم بوليمرائز ثم أطبع عملية الضغط فتبدأ يحصل ترانشفير للبوليمر أو للمادة البوليمرية داخل عملية القالب فتديني المنتج بتاعي اللي هو السيرمو سيت أصنع عملية التحول ترجمة نانسي قنقر